أربع أخبار عن الاستعدادات للموسم الجديد وأخبار عن فوز لعبينة في الألعاب الفردية يعني فقرة مهمة جدا طبعا في بداية الموسم اللي احنا نبتدي نتكلم على الموسم الجديد لجماهير النادي الأهلي هنبدأ مع كرة السلة كرة السلة وكابتن أشرف توفي المدير الفني لكرة السلة الجديد لتولى المهمة لسه من تريبا أسبوعين يعني عمل حديث كبير جدا كابتن أشرف توفي وتكلم عن أنه هو سعيد بالعودة مرة أخرى إلى النادي الأهلي واللي تربى من جدرانه بيشكر مجلس دارة النادي الأهلي على الثقة الكبيرة يعني أولاها ليه أنه هو يتولى فريق كرة السلة في المرحرة اللي جاية كابتن أشرف في نفس الوقت ببينساش نادي سموحة السكندري برئاسة المهندس فرج عامر اللي هو إعتذر أو وافق على رحيل كابتن أشرف توفي من نادي سموحة وأكيد بيشكر نادي سموحة وبيشكر مهندس فرج عامر على المدة اللي أضاهل إن كان عقده لسه ممتد بس نادي سموحة وافق على رحيل كابتن أشرف إلى بيته النادي الأهلي كابتن أشرف توفي وعد وقود كتيرة جوة أو تكلم في حاجات كتيرة جوة قال إنه هو فريق قادم على بطولات يعني بطلوب منه أنه هو يفوز بكل البطولات أو يفوز ببطولات النادي وفي نفس الوقت يعمل فريق قوي ويبني مستقبل جديد أو مستقبل جيل جديد للنادي الأهلي أكيد برضو عنده مشكلة في فترة الانتقالات فترة الانتقالات اللي احنا بنشوفها يعني الأمور مش سهلة معايا لأن برضو الموسم تقريباً فترة الانتقالات في مشكلة فيها في أغلب اللاعبين مجددين سلاتين ومجددين تلاتة لكن هو بيسعى في المرحلة اللي جاية بإذن الله إنه هو يجيب اللعيبة اللي النادي عايزها في المرحلة اللي جاية وفي نفس الوقت يكون عنده لعيب محترف قوي بإذن الله يقدر يخود النادي الأهلي إلى البطولات كل التوفيق لكرة السلة كل التوفيق لكابتن أشرف التوفيق ووجوده وعودته مرة أخرى لجدران النادي الأهلي نروح للخبر اللي بعد كده أحمد أكرم نجمنا الكبير في السباحة بحقق الدهبية في بطولة كاريفورنيا 800 متر حقق بزمن كام؟ بزمن 8 دقايق 86 أحمد أكرم عارفينه من أبرز اللاعبين والسباحين في مصر في نفس الوقت مع هانيا مورو ومع علي خلاف الله بيعتلوا دايما منصات التتويج في العالم والداخل والخارج ويتمنى بإذن الله في المرحلة اللي جاي يكون لي بصمة واضحة على المستوى الدولي إشادة من كابتن واقل عزة بالأرقام اللي اتحققت في هذه البطولة والمديلية الزهبية وأضافة مديلية الزهبية لها أحمد أكرم هنفضل مع السباحة وهانيا مورو ساندي أيمن بطلاتنا الكبار في السباحة وعندهم بطولة العالم في المياه المفتوحة من 13 إلى 19 يوليو في كوريا الجنوبية الاثنين قدروا يكتزوا التجارب في أسكندرية كانت في تجارب المنتخب قدروا يكتزواها هانيا مورو في الخمسة كيلو وساندي أيمن في العشرة كيلو يعني نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق في المرحلة القادمة بإذن الله نتمنى لهم المزيد من التقلق والبطولات هانيا مورو وساندي أيمن هنروح لآخر خبر معنا النهاردة كريم عبد الجواد بطلنا الكبير في السكواش والمصنف الرابع عالميا في بطولة في مصر بتقام بطولة قوية جدا في اسمها سلسلة الأبطال للسكواش بنادي ودي دجلة هو المسؤول عن هذه البطولة بتقام فين؟ بتقام في البارك بتاع مول العرب وبطولة مهمة جدا أكرم عفوا كريم عبد الجواد قدر يصعد لي المباراة النهائية بعد ما فازح على زميله محمد الشرباجي 2-0 البطولة دي لها نظام مختلف شوية عن البطولات التانية البطولة دي اللي بيكسب شوتين بيتأهل لي الدور البعادي على طول كان البطولة جابوا أحسن البطولة عبارة عن 8 أبرز لعبين في العالم من آخر ترتيب 8 لعبين اللي هم من الواحد التمانية جابوهم ورجال وسيدات من واحد لتمانية رتبوهم مجموعة خد واحد رقم واحد ورقم ثلاثة ورقم خمسة ورقم سبعة مجموعة التانية رقم اتنين وتمانية ورقم اتنين أربعة ستة تمانية وتقسموا مجموعتين وقدر يفوز كريم عبد الجواد على محمد الشرباجي بطولنا برضو في مصر قدر يفوز عليه 2-0 بنتيجة أشواط 11-8-11-2-28 دي منتظر مباراة بين محمد أبلغار وطارق مؤمن لسه بتلعب حالا دلوقتي وإن شاء الله يتقبل بكرة الساعة 8 ونص في بارك مور العرب بطولة كبيرة وبطولة مهمة لأبطال الاسكوات